ينضم إلينا في الستوديو الدكتور وائل العزب مدير مديرية سحة البلقاء أهلا وسهلا بك إذن بعد 19 عاما لماذا تفاقمت الأمور في هذا المستشفى إلى هذا الحد يا ستي أسعد الله مساءكم مساء مستمعين الكرام حقيقة كما تفضلت أختي العمر الافتراضي لهذا المستشفى تجاوز 15 عاما أو 19 عاما عندما كان النسمة أقل منطقة أو لواء دير علا يقطنها قرابة 70 إلى 75 ألف نسمة تزايد العدد من سكانها من نفس المنطقة كما تزايد العدد بالإضافة لبعض الضيوف إخواننا العرب اللي دخلوا المملكة الأردنية الهاشمية أصبح العدد أكثر بكثير مما يخدمه هذا المستشفى مستشفى الأميرة إيمان العدد الحالي أو عدد مراجعين هذا المستشفى بتزايد زاد عدد المرضى وعدد مراجعين الإمكانيات أصبحت شحيحة هنا سؤالي في الحقيقة أين يكمل الخلل؟ هل الخلل إداري أم مالي؟ والله في بعض أو خلينا نقول أكثر من سبب لهذه الظروف في نوعا ما خلل مالي لأن التكلفة ارتفعت في نفس الوقت لدينا مسألة هجرة بعض الكفاءات وهجرة بعض الزملاء من كوادرنا الطبية والإدارية موازنة المستشفى وهي كافية برأيك؟ لا يوجد موازنة خاصة للمستشفى الموازنة هي موازنة وزارة الصحة عامة وتقسم حسب حاجة كل مستشفى على حده يتم تزويد المستشفيات بالمواد والأدوية والأجهزة من خلال التوزيع أو التزويد المركزي من دوائر متخصصة في وزارة الصحة المركزية تم التواصل مع وزارة الصحة وتم فتح ملف هذا المستشفى ونقص في الخدمات والاقتضاظ العديد من المشاكل في الحقيقة يعاني منها مستشفى إيمان نعم يا سيدتي حقيقة الأمور للأفضل إن شاء الله صباح هذا اليوم من بين الكوادر التي تم تزويدنا بها من خلال تعيينات دوال الخدمة ووزارة الصحة بعض الكوادر التي تم عمل لها مباشرة عمل صباح هذا اليوم بعض الاختصاصات من اختصاصات المختبرات الطبية وبعض التمريض وبعض الكوادر الطبية من أطباء عمين تم إفادهم لمستشفى الأميرة إيمان لمستشفى الأميرة حسين لمستشفى الشؤون الجنوبية هل من خطة مع سقف زمني في الحقيقة لأنه نتحدث عن هذا المستشفى يخدم 90 ألف مواطن وهم بأمس الحاجة إلى هذا المستشفى هل من خطة مع سقف زمني محدد حقيقة هذا المستشفى يمثل أحد المستشفيات الخمسة التابعة للمستشفى الرئيس مستشفى الحسين الصلط والذي يبعد عن لواء دير علا قرابة 17 إلى 20 كيلومتر هذا المستشفى مرجعيته مستشفى الحسين الصلط كون مستشفى الحسين الصلط مستشفى تحويل تعليمي ويتوفر في غالب الإختصاصات في حال الحاجة لتحويل أي حالة من مستشفى الأمير إيمان أو غيرها من المستشفيات الطرفية في محافظة البلقاء والتي تتبع لمستشفى حسين الصلط تحول في حال الحاجة وفي حال عدم توفر أي اختصاص وهذا شيء نادر نقوم بتحويله إلى مستشفياتنا الرئيسية مستشفيات وزارة الصحة مثل مستشفى البشير أو مستشفى الأمير حمزة ولكن التحويل هو ليس حل كافي لهذه المشكلة ربما هناك حاجة إلى خطة أشمل وأكبر لحل جميع هذه المشاكل التي يعاني منها المستشفى نعم سيدتي نحن الآن بصدد افتتاح مستشفى الحسين الصلط وهو من أضخم مستشفيات المبنكة الأردنية الهاشمية ويعد من أحد أوائل مستشفيات المنطقة حيث يتسع إلى 350 سرير قابل للتوسع إلى 500 سرير بمساحة قرابة العشرة آلاف متر مربع يتوفر في كافة التخصصات الطبية كما يتوفر في كلية طب هذا المستشفى سوف يغطي بإذن الله كافة منطقة أو خلينا نقول محافظة البلقاء ومحولها نعم شكرا لك مدير صحة البلقاء السيد وائل العزب شكرا جزيلا لك شكرا